بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويقدسك وعدد رمال البحار وعلى آله وصحبه وسلم حكايتنا اليوم ليست حكاية نبي من الأنبياء إنما هي حكاية مؤمن صادق الإيمان قوي الحجة يقتم إيمانه كان واحدا من رجال فرعون المقربين وحين طرح فرعون فكرة قتل موسى عليه السلام وقال فرعون لملأه بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد صدق الله العظيم انبرى هذا الرجل ليدفع الأذى عن سيدنا موسى وأبدأ اعتراضه بحكم منصبه وكونه من آل فرعون بالنصح والحجة فكانت مرافعته البليغة أمام فرعون ورجال القصر تلك التي أوردها القرآن الكريم والتي كانت من أسباب إرجاء المواجهة الفاصلة بين موسى وفرعون يبدو أن عصر فرعون قد شهد الكثير من المؤمنين غير امرأته وماشطة بناته لقد ذكر الله في كتابه الكريم بعضا من الذين آمنوا مثل مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين وغيرهم ولكن مؤمن آل ياسين كان في زمن آخر ولكن ماذا عن مؤمن آل فرعون فمن هو مؤمن آل فرعون لقد تباينت الروايات حول شخصيته ولكن من الواضح أنه كان أحد رجال فرعون المقربين ولماذا لم يتخلص منه فرعون كما فعل مع امرأته وكما فعل مع ماشطة بناته كيف واجه جبروت فرعون وطغيانه وكيف بدأ إيمانه مهلا مهلا دعوني أحكي لكم ما حدث في هذا اليوم والذي كان البداية الحقيقية في إيمان الكثيرين أي يوم يا أبي إنه يوم الزينة لقد كان يوم الزينة الذي حدده نبي الله موسى لمواجهة صحرة فرعون يوما مشهودا من قبل الجميع في قصر فرعون ورأوا بعيونهم معجزة موسى وكيف سجد الصحرة بعدها معلنين إيمانهم بالله الواحد الأحد كان يوم الزينة من الأيام الحاسمة في تاريخ الصراع بين الحق والباطل ففي هذا اليوم زالت الغشاوة عن أعين الكثير من الناس وتبددت شكوك العقلاء حول ما أشيع عن موسى ودعوته شهد هذا اليوم إيمان امرأة فرعون وأدرك فيه مؤمن آل فرعون وتيقا أن موسى مبعوث من عند الله فاستقر الإيمان في قلبه ولكنه ككثير من الناس كتم إيمانه واحتفظ به في دخيلة نفسه وكان رد فعل فرعون هو أنه دعا إلى قتل موسى ولماذا نقتل موسى؟ ألأنه قال ربي الله وجاءنا بالمهينات إنه كاذب إن يكن كاذبا فسيقع عليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي وعدكم به إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إني أشتم سحر موسى عليك يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا كما جاء لقارون لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وإن كان موسى رسولا فأنا إله وكيف واتت هذا الرجل المؤمن هذه الجرأة أمام فرعون؟ لقد بدت كلماته مقنعة فهو ليس متهما في ولائه لفرعون فالمفروض أنه يتكلم بدافع الحرص على عرش فرعون فهو إلى الآن ما زال يكتم إيمانه لكن فرعون شأن كل الطغاة قال قولته التي صارت شعارا لكل الطغاة من بعده بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد صدق الله العظيم ما يحيرني يا أبي هو موقف فرعون من سيدنا موسى لقد كان باستطاعته أن يأمر بقتله ولكنه لم يفعل حين رأى فرعون الآيات التي أتى بها موسى أدرك أن موسى ليس بساحر وأنه نبي مرسل فخاف أن يقتله فيعجل له بالهلاك والعذاب ولكنه هم بقتله حين قال لوزرائه ذروني أقتل موسى قالها تمويها على قومه وإهاما أنهم هم الذين يمنعونه عن قتل موسى وما كان يمنعه إلا ما في نفسه من الخوف والفزع ولكن حين جاءت الفرصة أصدر أمره صريحا ودون خوف بقتل موسى حيث وجد المبرر لقتله إذن فموسى هو الذي قتل المصري هذا هو ما قاله العبد الإسرائيلي أمامنا يا مولاي اذهب يا رئيس الشرطة وأحضر موسى هنا أمامي وأحضر كذلك هذا العبد الإسرائيلي الذي شاهد الحادثة وإن كان هذا الأمر حقا فيجب أن يقتل موسى كما قتل المصري هيا يا رئيس الشرطة أسرع بإحضار موسى والعبد الذي شاهد الحادثة لقد حانت اللحظة لكي أتخلص منك نهائيا يا موسى لا شك أن ما قام به هذا الرجل المؤمن من آل فرعون من الإنكار على قومه ودعوتهم إلى الإيمان بالله والقفر بالطواغيط والأوثان لهو من أفضل الجهاد فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر هل ما جاء به موسى هو البينات؟ نعم ومن لم يؤمن به فسوف ينال أشد العذاب من الله وهل سيعذبنا الله إن لم نؤمن بموسى؟ نعم كما عذب أقواما من قبلكم وهل نحن نظلم أنفسنا إن لم نؤمن به؟ نعم وسيجيء يوم القيامة يوم تفرون من ذنوبكم ولن تجدوا أحدا يشفع لكم عند الله إن ميتم وأنتم كافرون ولكن فرعون يقول إنه يعرف سبيل الرشاد ولو اتخذنا إلها غيره سيعذبنا ويقتلنا إن فرعون إلهنا وإلهك ليس لي إله إلا الله يا قوم إني أدعوكم إلى النجاح وتدعونني إلى النار تريدونني أن أكفر بالله وأكون عبدا لفرعون إن فرعون ليست له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وسوف نقف أمام الله جميعا ومعنا فرعون يا قوم لا تسرفوا إن المسرفين هم أصحاب النار وما الذي دعاه إلى كتمان إيمانه ثم إظهاره بعد ذلك؟ في مثل هذه الحالات يجب أن تراعى الحكمة وعدم التصرع والعجلة فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كانت دعوته سرا لمدة ثلاث سنوات لأن الحكمة تقتضي ذلك ولو أظهر دعوته مباشرة لربما لم يكن للدين أن ينتشر ولكن ما مصير هذا الرجل المؤمن بعد أن وقف هذه الوقفة الشجاعة أمام الفرعون وجهر بإيمانه بين الناس؟ تحول فرعون وملؤه عن موسى وبدأوا يمكرون للرجل المؤمن ولكن عناية الله تدخلت وأنجاه من فرعون وجنوده فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب صدق الله العظيم يجب أن تؤمني بموسى أنت أيضا يا زوجتي إذن ما يتردد في بيوت المصريين صحيح لقد آمنت بموسى لقد أنار الله قلبي بالإيمان يا ويلي يا ويلي أراضيت بإله غير فرعون أياتها الغبية إن فرعون ليس بإله ألم تكن تعبده؟ كنت على الضلال حينها بل أنت في الضلال الآن عد عما في رأسك من أفكار بحق فرعون حتى تنجو بحياتك إني أريد الحياة الآخرة للحياة الدنيا هيا هيا يا زوجتي إشهادي أن لا إله إلا الله لا 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 أستطيع فسوف يعرف فرعون ويقتلني هيا الزوجة الجبانة أهل يا زوجي الحبيب كيف فعلوا بك ما فعلوا؟ أمي يجب أن تفرحي يا أمي لا أن تحزني ماذا تقولين يا ابنتي؟ أفرح لما حدث لأبيك؟ أجل يا أمي تفرحين لقد استفاه الله هو ومن معه وأنجاه من هذا الفرعون وكهنته صحي يا ابنتي ماذا تقولين؟ هل جننتي؟ عن أي إله تتحدثين غير آلهتنا؟ أفيقي يا أمي أفيقي لقد كان اليوم يوما مشهودا تجلت فيه الحقيقة كاملة أي حقيقة يا ابنتي؟ حقيقة أننا كنا نعيش في وهم كبير في وهم وخداع حتى جاء موسى وكشف عن بصائرنا هذه الغشاوة ثم جاء حسقيل وواجه فرعون وكهنته واجههم بما خفي عنه لقد آمنت برب موسى أخفضي صوتك نعم آمنت برب موسى كما آمن أبي وصحبه آه من؟ لا أدري ما الذي يمنع الفرعون من قتل موسى فقد قتل أناسا كثيرين وأطفال فما باله يتردد أمام موسى؟ موسى ليس كأي شخص فقد تغلب على الصحرة كلهم أمام الجميع ماذا تقصد أيها الكاهن؟ أقصد إن ما حدث اليوم من حسقيل مع الفرعون ودفاعه عن موسى ينذر بأمور خطيرة الخطر الأكبر إنما يحيق بنا نحن الكاهنة إن في وجود موسى تهديد لسلطاتنا ومصالحنا وماذا عن حسقيل؟ يجب أن يموت هو الآخر يجب أن يقتل هذا الرجل ولكن في قتله مسألة عظيمة إنه يدعو رجال ونساء دولتي لكي يؤمنوا بموسى لقد جعل موسى منه تابعا له في قصري ينشر دعوته يجب إذن أن نبعد هذا الرجل حتى لا يصيبنا منه ضرر لا شك أن ما قام به هذا الرجل المؤمن من آل فرعون من الإنكار على قومه ودعوتهم إلى الإيمان بالله والقفر بالطواغيط والأوثان لهو من أفضل الجهاد إن من يتاجر مع الله لا يمكن أن يخسر أبدا فها هو مؤمن آل فرعون يقول في ختام حواره مع فرعون وقومه بسم الله الرحمن الرحيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم يعني أنهم يوم القيامة سيتحققون من صحة ما يقول لهم فيندمون حيث لا ينفع الندم لقد علم الله تعالى بإيمان الرجل وإخلاصه وتمأنينة قلبه فخصه بالذكر دون غيره ممن تبين لهم صدق موسى ولكنهم ربطوا إيمانهم وتصديقهم بإيمان وتصديق فرعون فوصفه الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتم إيمانه صدق الله العظيم فحل الوصف منه محل الإسم فسماه الناس مؤمن آل فرعون بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خرج بن إسرائيل من مصر وقد علقت بنفوسهم بقايا آثار الوثنية من المصريين بتقديس البقرة أو ابنها العجل وقد وقعوا في مصيبة عبادته بعد ذلك فأراد الله أن يقتل الوثنية في قلوبهم ليطهرهم ويصفي قلوبهم للتوحيد فأمرهم بذبح البقرة عبادة وطاعة لله فكان هذا الأمر بالذبح انتزاعا لبقايا تقديس البقرة في قلوبهم وسلا للوثنية من نفوسهم إن قصة البقرة تصف جانبا من واقع بني إسرائيل في حب المال وتكشف أيضا طبيعتهم في الجدال العقيم والخصومة غريب أمر بني إسرائيل إنهم يتفننون في الجدال وفي التحايل على الله هذا طبعهم كما حدث في قصة البقرة التي أمرهم الله أن يذبحوها حقا فكانت أوضح مثال على تشددهم وجدالهم إنها القصة التي بدأت بالقتل وانتهت بالإحياء وتخللتها أحداث مثيرة ووقاء خارقة للعادة هل تفضلت يا عمي وحكيت لنا حكاية بقرة بني إسرائيل؟ روي أن رجلا كان في بني إسرائيل كثير المال وكان شيخا كبيرا وله ابن أخ كان يتمنى موته اليارثة فعمد إليه ليلا وقتله وطرح جثته وسط الطريق فلما أصبح الناس عثروا على جثة الشيخ حكوة حكوة شكرا شكرا ماذا؟ يا إلهي إنه ميت من هذا القتيل؟ إنه ليس من عشيرتنا انتظروا إنني قد رأيت هذا القتيل من قبل ولكن أهلين أهلين لا تلقي الكلام جزافا صدقني إني قد رأيته من قبل انتظروا قليلا ودعوني أركز لقد عرفت إنه السيد عايم الثري ماذا؟ عايم؟ إنني أعرف السيد عايم نعم إنه السيد عايم يا لها من مصيبة كبرى إن عشرته كبيرة وستحدث مشاكل كبرى بسبب قتله هيا فلنخبر أهله على الجريمة فجاء ابن أخيه القاتل متظاهرا بالحزن من هول الصدمة فجعل يصرخ ويتوعد إن من قتل عمي سوف يدفع الثمن غاليا لن أتركه يعيش لحظة بعد ذلك ولكن هل تعرف من الذي قتله؟ سأعرف وحينها سيتمنى الموت ألف مرة قبل أن يقع في يدي ولكن يجب أولا أن ندفن ابن خالة عايم كي لا تأكله النسور والذئاب نعم يجب أن ندفنه وبعدها نبحث عن من قتله سبب جراز وثوة نضال سبب جراز سبب جراز سبب جراز أولا أن نضال وشغد جراز ها base جبرك دي أولا أن تنظل هل سنظل هكذا؟ لا إن لدي اقتراح وما هو هذا الاقتراح؟ أليس بيننا نبي الله موسى؟ نذهب إليه ونحكي له عن الجريمة ونطلب منه العون في معرفة القاتل وفق موسى على طلبهم أن يسأل ربه لمعرفة القاتل فدعا ربه أن يظهر الفاعل فكان الأمر من الله بذبح بقرة ليعلموا من ارتكب هذه الجريمة ولكن يا عمي ما الحكمة من أمر الله لهم بذبح بقرة؟ قد يكون الأمر بذبح البقرة لأنها من جنس العجل الذي عبدوه فأراد الله أن يختبر توبتهم وهل بقي شيء من تعظيم العجل في قلوبهم؟ اندهش القوم من طلب موسى منهم أن يذبحوا بقرة وترددوا فأخبرهم موسى عليه السلام أنهم إن أرادوا ظهور الحقيقة فعليهم تنفيذ الأمر الرباني فانطلقوا في السوق لشراء البقرة وفي السوق حاروا في شكل البقرة المطلوبة ومواصفاتها فعادوا إلى موسى يستوضحون وكان في بني إسرائيل آنذاك أسرة مؤمنة متوكلة على الله طائعة له أفكر في شراء بقرة صغيرة لابننا نربيها فإذا ما كبر وجدها بقرة ينتفع بها نعم الرأي يا زوجي وكبرت البقرة وكبر الرجل وأحس بدنو أجله لقد كبرت سني وأشعر بدنو الأجل وأنت لن تستطيع أن ترعي العجلة من بعدي وماذا سنفعل يا زوجي فنحن لن نستطيع أن نستأمن أحدا من قومنا عليها سوف أستودعها عند من لا تضيع عنده الودائع سوف أطلقها في المراعي وديعة عند الله عز وجل وظلت المرأة ترعى ابنها اليتيم بعد أن مات زوجها والبقرة ترعى في المراعي والحقول وقد حفظها الله من وحوش البراري كما حفظها من الناس فلم يستطع أن يمسك بها أحد أو يذللها في عمل وكانت بقرة جميلة المنظر سفراء اللون قوية مكتنزة لقد آن الأوان أن نسترد البقرة التي أودعها أبوك عند الله كيف أستردها يا أمه ولا أعرف لها سبيلا يا ولدي كن كأبيك أبوك توكل واستودع وأنت توكل واسترد وذهب الغلام إلى المراعي يبحث عن البقرة اللهم يا رب إبراهيم رد إلي يا رب ما استودعه أبي عندك هل حقا يجب أن نذبح بقرة كي نعرف من القاتل كيف؟ هل ذبح البقرة هو ما سيحل الموضوع؟ إن كان يعرف من القاتل فليقل وليرحنا إن موسى يستهزئ بنا إذا كان يستهزئ بنا فيجب أن نجريه حتى نظهر كذبة ماذا تقصد بالضبط؟ ألم يقل اذبحوا بقرة فلنذبح بقرة هل فقدت عقلك؟ لا يجوز أن نفعل هذا إن فعلنا سنكون عبرة لباقي القوم يجب أن نذبح البقرة فلما رأى الناس البقرة توجدوا أن المواصفات المطلوبة تنطبق عليها فذهبوا إلى الغلام أيها الغلام الطيب نحن في حاجة إلى هذه البقرة وستأخذ بدلا منها أحسن ما عندنا من البقر لا إنها ملكي أنا وأمي وهي ليست للبيع إن نبي الله موسى هو الذي يريدها أنا وبقرتي ملك الله ورسوله ولكنني لا أملك غيرها فهي كل ما ليه أنا وأمي هل لا أتيت معنا إلى نبي الله ليحكم بيننا يا نبي الله إنا وجدنا البقرة المطلوبة عند هذا الغلام فعرضنا عليه ثمنا لها ولكنه يرفض أن يبيعها فنظر موسى إلى الغلام وقال له أعطهم بقرتك أيها الغلام يا رسول الله أنا يتين ليس لي غير أمي وهذه البقرة هي كل مالي وأنا أحق بمالي فقال موسى صدقت ثم قال للقوم اعطوا صاحبكم ثمنها فلم يرضى الغلام إلا بوزنها ذهبا فأعطوه ما يريد وكان هذا جزاء طاعته وطاعة أبويه الصالحين كان بإمكانهم ذبح أي بقرة ولكنهم صعبوا الأمر على أنفسهم هكذا قال لهم نبي الله موسى قال إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم وذلك بعدما أخذوا يتساءلون عن أوصافها ولما وجدوها دفعوا فيها أضعاف ثمنها إن السؤال فيما لا يفيد ولا يغني من الحق شيئا لا خير فيه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يكثيروا من السؤال كما كان يفعل بني إسرائيل وبعد يا عمي ماذا حدث بعد أن عثروا على البقرة المطلوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم فذبحوها وما كادوا يفعلون أي بعد ذبحها قال موسى اضربوا بعضها ببعض فأنطق الله بإذنه القتيل لقد أظهر الله عظمته لخلقه من خلال هذه المعجزة وذلك أنه أحيا ميتا بجزء ميت إن حايم ابن أخي هو من قتلني إذن أنت من قتل عايم وما زالت آيات الله تتوالى على بني إسرائيل لكنهم في كل مرة يصرون على العناد والمجادلة والتشدد لقد أكثر بني إسرائيل من الأسئلة وشددوا فشدد الله عليهم ولو أنهم امتثلوا للأمر في البداية وذبحوا أية بقرة لأجزأتهم ويخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن طبيعة بني إسرائيل فيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الذي علمنا مكارم الأخلاق سيدنا محمد ابن عبد الله لقد خلق الله الإنسان ليعبده ويحسن عمارة الأرض وهي المهمة الأساسية للإنسان ولكن جاءت الكثير من الشخصيات التي استكبرت وعصت أوامر الله سبحانه وتعالى بل ادعت الألوهية وهذه الآية الكريمة من كتاب الله تنقل لنا وقائع تلك المناظرة العجيبة التي حدثت بين نبي الله إبراهيم وبين ملك من ملوك زمانه والذي يعد أكثر ملوك الأرض استكبارا حيث ادعى أنه الإله وكذب عندما قال إنه قادر على إحياء الموتى ما أروع هذه النقوش والتمثيل يا أبي إن حضارة العراق القديمة تعتبر من أقدم الحضارات حيث نشأت ما بين النهرين الدجلة والفرات وكذلك الحضارة المصرية القديمة فهي نشأت أيضا على نهر النيل بالفعل فهما من أقدم الحضارات التي ظهرت منذ آلاف السنين أراك يا خالد منبهرا بالآثار البابلية القديمة بالفعل يا أبي ولكن ألم تذكر بابل في القرآن الكريم؟ بلى ذكرها القرآن في معرض حديثه عن هاروت وماروت وقد اشتهرت بابل قديما بالسحر وإن أول من حكمها هو الملك النمرود الذي ادعى الألوهية واضح أن فرعون موسى لم يكن وحده من ادعى الألوهية لقد سبقه هذا الملك فقد أورد القرآن الكريم هذه المناظرة الشهيرة بينه وبين سيدنا إبراهيم أظن أنا له تمثالا هنا في هذا الجناح ربما كان هذا القائم هناك دعونا نقترب منه لنقرأ ماذا كتب أسفله ونسترجع حكايته مع سيدنا إبراهيم نشأ نبي الله إبراهيم في بابل وكان قد اهتدى إلى عبادة الله وحده بعد أن اكتشف زيف ما يعبد قومه من دون الله أخذ إبراهيم يفكر في ملكوت السماء فيرى كوكبا لامعا في السماء المظلمة فيحسبه هو الرب الذي يبحث عنه ولكنه انصرف عنه بعد أن أفل وأخذ إبراهيم يبتهر ربا لم يره بعد ولم يدرك ورفع بصره إلى السماء فرأى القمر في تمامه يرسل ضياءه فينير الدنيا بنور عذب ساحر وتهلل فرحا بعد أن حسب أنه اهتدى للإله الحق وانحضر القمر نحو النقصان وقد فقد كثيرا من سحره ورونقه فكفر به ربا وانصرف عنه ونفس الأمر حدث مع الشمس بعد أن رآها تغرب وتزول فقال في نفسه قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين أجون انت يا إبراهيم ماذا فعلت أيها الشقي لتنزلن الآلهة غضبها عليك إني بريء مما فعلت يقول إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إنها آلهتنا يا إبراهيم يقول إبراهيم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وجدنا آباءنا لها عابدين أراغب أنت عن آلهتنا يقول إبراهيم أنا بريء مما تعبدون يا بني هذه آلهتنا التي نتضرع إليها كل يوم لتعطينا الخبز الذي نأكله ولولاها ما جاءت السحب ولا هطلت الأمطار من السماء ولا خرجت النباتات من الأرض ولا فاضت الأنهار بالماء قال إبراهيم إنها يا أبتي من صنع يديك أنت أنت ربها فكيف يا أبتي صارت أربابا لك ألا ترى يا أبي أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا يضرأ عن نفسه الهوان ألا ما أحقر ذلك الإله الذي أدق عنقه بيدي صاه يا إبراهيم صاه حتى لا تسمعك الآلهة فتلقي بك إلى العالم السفلي يقول إبراهيم لا تراعي يا أمه فآلهتكم أهون من أن تنالني بسوء إنها آلهة أبائنا وسنعبدها يا إبراهيم يقول إبراهيم لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين بدأ إبراهيم دعوته بدعوة أبيه إلى التوحيد ولكن أباه أبى فانتقل إلى دعوة قومه فلما رأى منهم الصدود أقسم إنه سيكيد لأصنامهم وإبراهيم قال إبراهيم لأبيه يا أبتي إن النار التي أحرقت أصنامك أحق بعبادتك لها فلماذا لا تعبد أنت النار؟ قال إبراهيم لأن الماء يخمدها ويطفئها فلماذا لا تعبد الماء؟ قال إبراهيم لأن الأرض تبتلعها فلماذا لا تعبد الأرض؟ قال إبراهيم لأني لا أحسب الأرض إلها لأن الشمس تجففها وتنشر على الكون كله أشعتها إذن فلماذا لا تعبد الشمس؟ قال إبراهيم لأن الظلام يحجبها فلماذا لا تعبد إذن ما نعبد؟ لماذا لا تعبد القمر؟ لماذا لا تعبد المشترة؟ الكوكب الزاهر قال إبراهيم لأن الإله القادر على كل شيء هو خالق الشمس والقمر والكواكب كلها والأرض وما عليها ترجمة نانسي قنقر 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 يا رب الأرباب لئن عافيت ولدي لأجمعن حطباً لإبراهيم يا رب الأرباب أيها الإله الأعظم أطل في أيامي على الأرض كي أثأر لك وأنصرك وما الذي جعله يتجبر هكذا ويجادل في الله؟ إنه الطغيان والمعاندة وطول المدة في الملك يقال إنه واحد من أربعة ملك الدنيا يروى أن أربعة ملك الدنيا مؤمنان وكافران فمن هم المؤمنان؟ سليمان بن داود عليهم السلام وذو القرنين والنمرود أحد الكافرين اللذين ملك الدنيا فمن الثاني؟ أما الثاني فهو بخت نصر ولكن هذا الطاغية لم يصمد أمام حجج سيدنا إبراهيم الدامغة فخذله كما خذل غيره من الطغاة الكافرين فالباطل لا يستطيع أن يصمد أمام قوة الحق فما كان من النمروذ إلا إعطاء أوامره بإحراق سيدنا إبراهيم فأمر بأن يجمعوا حطبا كثيرا ويحفروا حفرة عظيمة ويضرموا بها النار وألقوا بسيدنا إبراهيم في النار حيث مكث أياما عدة ويروى أن سيدنا جبريل عليه السلام أتى إبراهيم الخليل عليه السلام وسأله هل لك حاجة يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا قال جبريل إذن فسل الله عز وجل قال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي فكان اعتصام إبراهيم عليه السلام بالله وحده حتى اللحظة الأخيرة فأصدر الله أمره الكوني بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فصارت نار النمروز جنة الله في هذه الأرض وخشي الكهنة أن يؤمن النمروز بإله إبراهيم فتذهب ريحهم ويمحق سلطانهم لقد خرج من النار بسحره أيها الملك هذا سحر مستمر نعم إنه ساحر أيها الملك ولا يخد عنك ما تراه مهما تأتين من آية يا إبراهيم لتصحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ولأن لكل ظالم النهاية ولكل طاغ بعودة تعلمه أن الله حق كان عقاب الله لهذا الحاكم الجاهل الظالم ولجنوده بإرسال أصغر الحشرات جواً جيش من البعود الذي لا يرحم لم يروا من كثرتها قرص الشمس الصاطع فأكلت لحومهم وشربت دماءهم وتركتهم عظاماً إن المرء مهما أوتي من قوة ومن جباروت أو سلطان سيظل عبداً ضعيفاً أمام قدرة الله تعالى وحين يدرك ذلك فلن يسعه سوى أن يمتثل لأوامره ولا يدعي لنفسه ما ليس له بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الدعوة إلى الله تعالى تعد من أجل الأعمال وأفضلها وأكثرها قربة ومثوبة عنده سبحانه لذلك اختار صفوة خلقه ليكون رسلاً وأنبياء من قبله داعين إلى تحقيق الغاية التي خلق من أجلها الإنس والجن وهي عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ ما سواه وقد خص سبحانه الدعاة إلى الله تعالى بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة وكان هذا الرجل الذي نحكي قصته اليوم واحداً من هؤلاء الدعاة إلى الله والذين ذكرهم القرآن الكريم إنه مؤمن آل ياسين أما زلت مستيقظاً يا خالد مرحباً يا أبي لقد شدني هذا الكتاب ولم أشعر بالوقت كتاب؟ أي كتاب هذا؟ إنه يتحدث عن القرى التي أهلكها الله بسبب كفرهم وعصيانهم لرسلهم ولكنه كتاب ضخم يمكنك استكماله غداً حسناً يا أبي ولكنك قد تحدثت عن مؤمن آل فرعون ولم تحدثنا عن مؤمن آل ياسين الآن يا خالد لقد تأخر الوقت يمكنك أن تختصرها إذن؟ حسناً حسناً سأحاول جرت أحداث هذه القصة في إحدى القرى القديمة وقد كان أهلها فاسدين يعبدون الأصنام وكان من أهل هذه القرية نجار وصانع أصنام اسمه حبيب اعتزل الناس وسكن أطراف القرية فقد كان مصاباً بمرض الجزام فنفر الناس منه وفي يوم جاءه أحد القائمين على خدمة المعبد يا حبيب من ينادي؟ تفضل تفضل يا سيدي تفضل قف مكانك ولا تقترب مني عفو يا سيدي عفو نسيت أنكم لا تقربونني بسبب هذا المرض العين لا عليك لا عليك ابتهل للآلهة أن تشفيك سنوات يا سيدي وأنا أدعوها أن تشفيني لكن يبدو أنها صاغطة علي لا تيأس يا رجل وها قد أتتك الفرصة لترضى عنك الآلهة فهي الآن في حاجة لخدمتك إنه لشرف عظيم أن أخدم الآلهة ولكن كيف؟ لقد سقطت أذن إله الحكمة ولم نجد أمهر منك لإصلاحها فلا يصح أن يكون الإله بأذن واحدة طبعا يا سيدي طبعا لا يصح لذلك أرى أن نقوم بتثبيت أذن الإله بالمسامير بدلا من الصمغ حتى لا يتكرر سقوطها ها؟ ماذا تقول يا حبيب؟ أجننت تريد أن تدق مصمارا في رأس إله الحكمة فتفسد تدبيره للكون؟ أصلح الأذن بالصمغ ولا تدق مصمارا واحدا أسمعت؟ هكذا كان أهل هذه القرية الضالة ولأن الله تعالى لا يرضى أن يعبد سواه على الأرض فقد أرسل رسولين يدعوانهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام ولكن أهل القرية كذبوهما فعززهم الله وقواهما برسول ثالث فقالت الرسول إنا إليكم مرسلون من ربكم الذي خلقكم ويأمركم بعبادته وحده لا شريك له لو كنتم رسلا لكنتم ملائكة فقالت الرسول نحن ندعوكم لعبادة الله ولا نريد منكم أجرا فآمنوا لتأمنوا في الدنيا والآخرة إنا لا نرى منكم خيرا ولقد تشاءمنا منكم وإن لم تتركون سنرجمكم ونعذبكم عذابا شديدا ها أنا ذا قد أصلحت أذنك أيها الإله وأظن أنك تستطيع سماعي بوضوحي الآن فرد إلي الجميل والمعروف وأصلح لي جلدي أريدك أن تشفيني من هذا المرض اللعين فالجميع ينفرون مني ولا يتعاملون معي أتوسل إليك أعد لي بشرة سليمة واشفيني من مرضي أما زلت تدعو يا حبيب؟ أما سائمت الدعاء؟ لا أعلم لماذا لا تستجب الألهة لدعائي فأني لم أقصر معها وأداوم على تخديم القرابين ولي سنين طويلة أدعو ولا يستجاب لي ولا أعلم هل هم صاختون علي؟ أم أنهم لا يستطيعون سمعا؟ ما لك تتحدث كالمتآمرين الذين ظهروا في القرية ها؟ أي متآمرين؟ قف بعيدا ولا تقترب مني عفوا عفوا يا سيدي قد نسيت من هم هؤلاء الذين ذكرتهم؟ إنهم ثلاثة رجال جاءوا إلى قريتنا ويدعون أنهم رسل ويقولون إن آلهتنا لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع عجبا ألا يخافون عقاب الآلهة؟ يقولون إن لهم إلها آخر وهذا الإله خالق كل شيء وقادر على كل شيء ليتني أرى هؤلاء الرجال وأسمع منهم ومر الرسل على حبيب وجلسوا بجواره يدعونه إلى عبادة الله فأنتم إذا من جاءوا إلى قريتنا حدثوني عن الله من هو؟ فقالت الرسل هو الله هو الذي خلقك ورزقك هو الذي يحيي ويميت وهل من علامة تدل على هذا الإله؟ فقالت الرسل ندعو الله أن يعافيك من مرضك هذا إني أدعو آلهتي منذ عشرات السنين أن تشفيني من الجذام الذي أصاب كل جسمي ولكن دون جدوى فهل إلهكم قادر على أن يشفيني؟ فقالت الرسل سندعو لك الله أن يشفيك إن شاء الله ويرحل الرسل تاركين الرجل جالسا حزينا مع أصنامه لو صدقوا فعلا وشفاني إلههم فسأكفر بهذه الآلهة وأتبع المرسلين أمس الرجل وأصبح وبدأ في مزاولة عمله في صنع الأصنام ولكنه وجد أن يديه سليمتان من كل سوء ما هذا؟ أين التقيعات التي كانت على يدي؟ ليست موجودة وقدمي أين التقيعات؟ ليست موجودة لقد شفيت ووجهي لا يبدو يبدو أنني قد شفيت نعم نعم قد شفيت نعم شفيت يبدو يبدو أنه إله المرسلين أشهد أن لا إله إلا 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 إله المرسلين ها؟ من أنت أيها الغريب؟ وماذا تفعل بدكان حبيب؟ إنه أنا أنا حبيب ألم تعرفني؟ صوتك كصوت حبيب ولكن هيئتك ليست كهيئته أنا حبيب وقد شفان الله بعد أن أمنت بإله المرسلين ماذا تقول؟ اتبعت هؤلاء المتأمرين على آلهتنا والذين سيلقون جزاءهم اليوم؟ ماذا تقول؟ نعم لقد حذرهم الناس من التمادي في دعوتهم ولكنهم لم يستجيبوا واليوم سيرجموهم ويقتلوهم إن لم ينتهوا عن دعوتهم فارجع عما أنت فيه يا رجل رحمك يا رب رحمك يا رب إلى أين يا حبيب إلى أين؟ إلى رسل الله أسرع حبيب من أقصى المدينة ليمنع أهل القرية عن الرسل ويسألهم عدم قتلهم لأنهم رسل الله وهم على حق يا قوم يا قوم اتبعوا المرسلين فهم لا يبغون أجرا ولا مالا إنهم متآمرون على آلهتنا ووجب قتلهم هل اتبعتهم واتبعت إلهاهم يا حبيب؟ يا قوم إنكم تعلمون بمرضي وتعرفون أني عبدت آلهتكم سنين طويلة ولكنهم لم يستطيعوا شفائي من مرضي ولقد شفاني رب هؤلاء الرسل عد إلى صوابك يا رجل وإلا رجمناك أنت أيضا وما للا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون إنني إن أرادني الله بدر فلن تغني عني آلهتكم ولا هم ينقذون وقالت الرسل إنهم تاركون القرية ولكن حذروهم من عقاب الله إنهم قتلوا حبيبا ويلكم إن بالذي آمنتم به كافرون هيا يا قوم هيا يا قوم هيا يا قوم اقتلوا هذا الرجل الصابع الذي كفر بآلهتنا اقتلوه ارجموه هيا هيا يا قوم اقتلوه اقتلوهم جميعا ارجموهم اجتمع أهل هذه القرية الظالمة على مؤمن قريتهم مؤمن آل ياسين ولم ينصره أحد منهم وقضوا عليه فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم ارسل الله إلى القرية ملكا ولم ينزل جنودا فصاح الملك صيحة فهلكت القرية بمن فيها جزاء على كفرهم واستهزائهم دعونا نتأمل سلامة قلب هذا المؤمن فإنه لم يشمت في قومه وإنما كان حريصا حتى آخر لحظة على هدايتهم مع إنهم قتلوه فبعد أن عاين رحمة الله عز وجل له قال يا ليتهم نظر إلى هذه الكرامة والرحمة وإلى هذا النعيم الذي انتقلت إليه بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله أجمعين والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه هذه الكلمات هي وصف لبلاغة القرآن وأنه ليس من كلام البشر فهو أعلى وأبلغ وأجمع من كل كلام ولهذا شهد له الأعداء فهذه الكلمات جزء من كلام طويل للوليد بن المغيرة وهو واحد من صناديد القفار في قريش الذي أقر بأن ما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس قول بأنه ليس قول رشر أراك لم تعد تلتقي بصديقك أحمد يا مازن هل حدث شيء؟ لم يعد صديقي يا أمي لماذا يا ولدي؟ هل أخذ يعيرك مرة أخرى بالجاه والغنى الذي يعيش فيه؟ لا، ولكنه يتحدث دائماً عن الآخر بالسوء وهذا ما أكرهه عن من يتحدث يا مازن؟ عن بعض أصدقائي بالجامعة وقلت له كثيراً إن هذا لا يصح إنها من الخصال السيئة بالفعل فمن يغتاب الآخرين في حضورك سيغتابك أيضاً في غيابك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها، في متى تحدثان؟ كان مازن يحدثني عن صديقه أحمد الذي تعود أن يغتاب الآخرين أعوذ بالله لقد نبهتك من قبل يا مازن أن أحمد هذا ليس بالصديق الذي يتافق به لقد قطع صلته به نهائياً ولم يعد يتعامل معه إنه صديق سوء يا مازن وقد أحسنت صنعاً بالابتعاد عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من صديق السوء وشبهه بجليس نافخ الكير ومن هو نافخ الكير يا عمي؟ إنه الحداد الذي ينفخ في النار أثناء تعامله مع الحديد فمن يقترب منه لن يناله إلا الأداء وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله نعم فالصاحب ساحب إما إلى جنة وإما إلى النار ألي هذه الدرجة؟ نعم فصاحب السوء قد يسحب صاحبه إلى النار والعياذ بالله كما حدث مع الوليد بن مغيرة وما حكاية هذا الوليد يا عمي؟ أليس هو والد خالد بن الوليد؟ سيف الله؟ بلى وأيضاً الوليد بن الوليد فالله يخلق من ظهر الكافر الضال مؤمناً صالحاً فلتحكي لنا إذن يا راشد حكاية هذا الوليد الذي كان ضحية لصاحب السوء إنها حكاية التردد بين الكفر والإيمان فهو من أشراف مكة وقريش وقد كان يكره الخمر ويحرمها على نفسه وقومه وكس الكعبة عدة مرات وكان يلقب بالوحيد الذي كانت له مزايا لم تكن لجيره وهي كثرة الولد والمان وتحيرت قريش ما تقول عن النبي بعد أن استمعوا لما جاء به من كلام الله الذي كذبوا ذهب الأخدس بن شريق أحد رؤوس قريش يسأل أبا سفيان عما سمعه من النبي ما نقوله فيما سمعناه من محمد يا أبا سفيان أعرف وأنكر فماذا تقول أنت أراه الحق ورب الكعبة يا أبا ثعلبة لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها أنا والله كذلك دعني أذهب إلى أبا الحكم يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد آه وما سمعت يا ابن شريق تلزعنا الشرف نحن وبنوا مناف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجافينا على الرقب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدق به كانت هذه حمية الجاهلية التي منعتهم من أن يصدقوا من وصفوه طويلا بالصادق الأمين وتحيرت قريش فيما تقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن حيرتهم ناشئة إلا عن معرفتهم السابقة بهذا النبي الكريم والتي كانت تصب في صالحه ولذلك تفرقوا في التعبير عن رفضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وتحاكموا أخيرا إلى كبيرهم الوليد بن المغيرة يا أبا عبد شمس ما هذا الذي يقوله محمد أسحر أم كهانة أم خطب دعوني أسمع كلامه فدن الوليد من رسول الله وهو جالس في ركن بالكعبة يا محمد أنشدني من شعرك فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما هو بشعر؟ ولكنه كلام الله الذي بعث أنبياءه ورسله أتل علي منه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمع الوليد كلمة الرحمن استهزأ وقال تدعو إلى رجل باليمامة يسمى الرحمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم ثم قرأ سورة فصلت فلما وصل إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صدق الله العظيم هنا اقشعر جد الوليد مما سمعه وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته ومضى إلى بيته ولم يرجع إلى قريش نكست برؤوسنا وفضحتنا وماذاك يا ابن أخي؟ أصبأت إلى دين محمد؟ ما صبوت؟ وإني على دين قومي وآبائي ولكني سمعت كلاماً تقشعر منه الجلود أشعر هو؟ ما هو بشعر؟ إنه كلام منثور لا يشبه بعضه بعضاً وما أظن أنه بقول بشر؟ لا إنه ليس بقول بشر والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قولاً ويُروا عن ابن عباس أنه لما سمع الوليد ابن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه من القرآن الكريم كأن قلبه قد رق فكان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر الصديق ويصب من عندهما طعاماً حتى حسبت قريش أنه أسلم فلما بلغ أبا جهل ذلك انطلق إلى الوليد ابن المغيرة ودخل عليه بيته مالي أراك حزيناً يا ابن أخي ومالي لا أحزن أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً لما؟ يعطونك إياه وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينوك بها على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد وتدخل عليه وعلى أبي بكر لتنال من فضل طعامهما أقد تحدثت بهذا عشيرتي قد علمت قريش أني أكثرها مالاً فأنتم تعرفون قدر مالي فقل في محمد قولاً يعلم قومك أنك منكر له ولما قال وأنك كاره له فماذا أقول فيه؟ والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منه ولا أعلم برجزه ولا قصيده ولا أشعار الجن والله ما يشبه الذي يقوله محمد شيئاً والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قولاً دعني أفكر فيه لقد كان أبو جهد رجلاً خبيثاً وصديق سوء يا معشر قريش إنه قد حضر موسم الحج وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذبوا بعضكم بعضاً فأنت يا ابن المغيرة فقل لنا رأياً نقول به بل أنتم فقولوا وأسمع نقول كاهن لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه فنقول مجنون ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه إذن نقول شاعر ما هو بشاعر لقد عرفنا الشاعر كله رجزه وقريضه وما يقوله صاحبكم ما هو بشاعر أو فلنقل ساحر ما هو بساحر لقد رأينا الصحار وسحرهم فما نقول إذن يا ابن المغيرة ففكر في نفسي ثم نظر ثم عبس فقال ما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر أما رأيتموه كيف يفرق بين المرء وأهله؟ وبين المرء وأخيه؟ وبين المرء وعشيرته؟ هكذا دعاه الكبر والعناد وتأثير أصدقاء السوء عليه إلى قول الزور فمات على القفر ويخلد في نار جهنم بسبب من؟ بسبب صديق السوء بعد أن كاد أن يسلم الوليد بن المغيرة ولكن صديق السوء ولأنه شخصية خبيثة لا يرضى إلا أن يجد غيره أحط منه فبسبب هذا الشقي أبي جهل مات الكثيرون على الشرك والقفر وليس الوليد فقط ولذلك توعد الله تعالى الوليد بن المغيرة وأنزل فيه العديد من الآيات فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين حكايتنا اليوم عن صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ضحى بكل شيء من أجل دينه وعقيدته باع الدنيا واشترى الآخرة فأنزل الله تعالى فيه قرآن يتلى إلى قيام الساعة إنه سيدنا صهيب بن سنان أو صهيب الرومي كما اعتاد أن يناديه به أهل مكة فمن هو صهيب الرومي؟ وماذا فعل في معركة الهجرة؟ وكيف باع الدنيا واشترى الآخرة حتى استحق أن ينال هذا الثناء من الله عز وجل؟ أريد أن تحكي لنا اليوم يا أبي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بطولاتهم إنهم كثر وبطولاتهم لا تعد ولا تحصى سواء كانت في الحروب أو في كفاحهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نشر دعوة الإسلام فلتحكي لهم يا راشد عن الصحابي صهيب بن سنان وموقفه من مشرك القريش إنه صهيب الرومي أليس كذلك يا أبي؟ بلى هو ولماذا لقبوه بالرومي رغم أنه عربي كما هو واضح من اسمه؟ فلتكن حكايتنا إذاً عن هذا الصحابي الذي باع دنياه واشترى آخرته لم يكن فريداً في هذا فكل صحابة رسول الله باعوا وضحوا بكل شيء من أجل آخرتهم هذا صحيح فطريق الإيمان والدعوة لم يكن سهلاً وممهداً بل على العكس تماماً فلماذا إذاً نخص بالحديث هذا الصحابي الجليل صهيباً الرومي؟ ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه قرآن يتلى فيه إشادة بموقفه البطولي وصدقه مع الله ورسوله هو صهيب ابن سنان كان والده حاكماً لبلدة تسمى الأبلة بالعراق فعاش صهيب طفولة ناعمة سعيدة إلى أن أغار الروم عليهم فأسروا الكثير من أهلها وكان صهيب ممن أسروا فقضى طفولته وصدر شبابه في بلاد الروم فأخذ لسانهم ولهجتهم وباعه تجار الرقيق أخيراً لعبد الله بن جدعان في مكة الذي أعجب بذكائه ونشاطه وإخلاصه يا ابن جدعان ما رأيتك غلامك الرومي هذا ذكاء قلب ونقاء سريرة ما أحسب سيدي أبا سليمان يبيعني لك يا ابن أمية مهما غاليت له في الثمن أتبيعني له يا سيدي إني رجل لا ولد له وقد كبرت سني وأنت عندي بمثابة الولد فهل يبيع الرجل ولده يا صهيب أصدقنا القول يا صهيب من أين لك هذه البراعة في التجارة؟ هل سألك أحد عن سر فصاحتك يا أبا علي؟ ويحك تحسن التملق من كان مثلي في الرق يحتاج أحياناً إلى بعض الملق صدق عبدك يا أبا سليمان وإنه لذكي الفؤاد أحرص عليه فإن أردت يوماً أن تبيعه فلا يخلص إليه أحد سويب أضائق أنت بالرق يا صهيب؟ ومن ذا الذي لا يضيق بالرق يا سيدي ابن جدعان؟ فإني أريد أن أرد عليك حريتك أحقاً ما تقول يا سيدي؟ ولكن أشترت لذلك شرطاً رق جديد يا سيدي اعتاد العرب أن يشترطوا على من يعطقون أنا لا أملك من المال ما أشتري به نفسي يا أبا سليمان لا أريد مالاً يا سهيب ولكن أشترت أن تظل في تجارتي وبالأجر الذي تطلبه رجل حر ولكنه لا يملك أن يغادر مكة إلا بإذن سيدي أتعبتاني ورب الكعبة يا سهيب فإني إذن أرد عليك حريتك دون شرط ولعلك بعد هذا تكرم صاحبك في شيخوخته فلا تفارقه حتى يموت أطال الله بقاءك يا أبا سليمان فإني والله أفديك بنفسي رددت علي حريتي أو أمسكتني فلتصحبني إذن إلى الكعبة فإني أريد أن أشهد قريشاً على أنك حر وأنك من الساعة حليفي وتمر الأيام على صهيب ويموت عنه حليفه وصاحبه عبد الله بن جدعان ويحاول حرب بن أمية أن يستعمله في تجارته أما وقد مات صاحبك يا صهيب فما رأيك أن تساعدني في تجارتي كما كنت تفعل مع ابن جدعان قد نالني والله الخير الكثير من مال عبد الله بن جدعان فأنا أستثمره لنفسي ولا حاجة للعمل لأحد بعد موت صاحبي ما أراك تطوف حول كعبتنا يا صهيب ولا تقرب لآلهتنا تعلم أني نصراني يا أبا الحكم حقا ما أراك تقرأ كما يقرأ النصارى ولا تصلي كما يصلون دع الرجل يا أبا الحكم وشأنه ففي مكة متسع للجميع إني أخشى أن يتبع هؤلاء الذين يتسللون كل ليلة إلى دار الأرقم بن أبا الأرقم ومن هؤلاء نفر من أصحاب محمد بن عبد الله لا أدري ماذا يفعلون في دار الأرقم ولكننا نعرف أن محمدا لا ينظر إلى آلهتنا ولم نره يتقرب إليها إني أعلم أمانة محمد وحسن أخلاقه إنهم يستخفون بالليل ويتكتمون أمرهم ولا نعلم ماذا يفعلون في دار الأرقم وددت لو عرفت بما يكون منهم في دار الأرقم كان صهيب يعرف سيدنا محمدا قبل أن يوحى إليه ويعرف كذلك مدى صدقه وأمانته فقرر الذهاب إلى دار الأرقم ليسمع منه من؟ عمار بن ياسر؟ صهيب؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد أنت؟ جئت أسمع من محمد بن عبد الله وأنا كذلك وأعلن الاثنان صهيب وعمار إسلامهما وكانا من أوائل من جاهروا بإسلامهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وكانت هجرة صهيب سورة من صور الهجرة التي تجلت فيها معاني التضحية بالمال وبذله رخيصا في سبيل الله حين خرج صهيب مهاجراً ليلحق برسول الله تبعه نفر من المشركين ليمنعوه إلى أين أنت ذاهب أيها الرمي؟ إني مهاجر إلى رسول الله هكذا؟ جهاراً نهاراً؟ وكأنك تتحدانا أيها الرمي؟ أتيتنا صعلوكاً فقيراً فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ هذا لن يكون يا صهيب يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجل وأهم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ثم أضربكم بسيفي حتى لا يبقى في يدي منه شيء فأقدموا إن شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وتتركوني وشأني فدلهم على المال بعد أن قبل المشركون هذا العرض وانطلق إلى المدينة فأدرك رسول الله في قباء ولم يقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه حتى ناداه متهللاً ربح البيع أبا يحيا وكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل فنزل فيه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم وكأن لسان حال الصحابي الجليل سهيب يقول ما قيمة المال ولو كان كل مال الدنيا إن أنا خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تخلفت عن صحبة المؤمنين لقد كان الثمن الذي دفعه صهيب لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم واللحاق به زهيداً جداً بالقياس إلى ما سيحصله من خير لهذا لم يكن اختياراً صعباً على نفسه فقرر أن يشتري الجنة وكلما مر عليه الوقت ازداد إصراراً على قراره لهذا تنازل التاجر صهيب عن كل ماله في لحظة واحدة دون تردد ترك كل ثروته وكل تعب السنين وتلك حقاً هي التجارة الرابحة ولهذا عندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعله صهيب جاء تعليقه عليه متوافقاً مع هذا المعنى حيث قال ربح صهيب وعندما جاءه صهيب ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم كرر نفس المعنى وقال ربح البيع أبا يحيا بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة